أنا متأكد إنه في مرة من المرات كنت تتمنوا إنه شخص يفهم عليكم بدون ما تحكوا الكلمة بشكل واضح أو لما يكون فيه جمعة وفيه شخص واضح إنه ما عم بتصرف بطريقة ملائم للجمعة والناس بتتمنى إنه يلاحظ إنه كل حدا مش مرتاح بس هو عايش بعالم تاني إحنا هنا عم نحكي عن الذكاء العاطفي اللي في هاي المواقف وكتير مواقف تانية بيكون جدا مهم عشان التفاعل والتفاهم بيننا يكون سهل وصح فيه كتير مواقف بتمر وإحنا بننساها وبنحكي خلاص مش مشكلة بس فيه مواقف ما نقدر نتغاضى عنها زي علاقاتنا بيننا وبين أصحابنا علاقاتنا بيننا وبين زملائنا علاقاتنا بيننا وبين أزواجنا وزوجاتنا الله يرزقنا جميعا والكتاب هذا بيحكي عن هذا الموضوع في تفصيل شديد بيبدأ عن وصف المشاعر بشكل بيولوجي وين مصدر المشاعر وكيف بيأثروا علينا من ناحية جسدية وكيف بيأثروا على حياتنا مع الناس التانين وبيعطي أمثلة كتيرة الكاتب دانيل جولدمن خريج هارفرد بالطب النفسي وغير خبرته هو الكتاب بشكل مكثف فيه دراسات وأبحاث علماء ودكاتها كتير تانين بكتاب Outliers في الفيديوهات الماضية شفنا أنه الذكاء الطبيعي مهم ولكن اللي بلعب دور جدا كبير هو الذكاء العاطفي صح؟ والكتاب كمان بيحكي عن تجارب عملوها بين الناس اللي عندهم مستويات متفاوتة بالذكاء العاطفي وعفكرة فيه أكتر من نوع وفيه أكتر من طريقة أنك تئيس فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بس الفكرة هنا أنه ليش الموضوع هذا أصلا مهم؟ يعني أنت كشخص كمشاهد ليش تكون مهتم في الموضوع هذا؟ خلينا أول شي نوضح شو هو الذكاء العاطفي باختصار هي قدرتك على استوعاب مشاعرك وفهمها وقدرتك على فهم واستوعاب مشاعر الناس التانين حتى لهم ما حكوا لك ياها كيف فيه طرق كتيرة والكتاب بيحكي عنهم كلهم؟ بس ليش مهم أنك أنت تقرأ الكتاب أصلا؟ بالذات إذا أنت بتحكي لي محمد طب والله أنا ما عندي مشكلة أني أفهم مشاعري ولا أفهم مشاعر غيري إحنا سبعة مليار على وجه الأرض ففيه فرصة عالي جدا أنه فيه ناس عندهم تصرفات وعندهم طريق التفكير مختلفة تماما عن أي حدا أنت شفت بحياتك وحتى لو أنت قرأت الكتاب هذا يمكن تمر عليك ناس حتستغرب من تصرفاتها ولكن مع قراءة الكتاب هذا أنت على الأقل حيكون عندك وعي عن طرق ومواضيع مختلفة تتعلق بالذكاء العاطفي فالكتاب بيحكي عن أهمية الذكاء العاطفي بين الزوج والزوجة وبين الأهل وأطفالهم لأنه بسبب تصرفات بعض الأهل الأطفال بكبروا وعندهم هم مشاكل سواء في كيف بيعبروا عن مشاعرهم بكيف بيحسوا بمشاعرهم وكيف بتصرفوا أو بتعاملوا مع شعور مش عاجبهم فإنتوا لو مقبلين على موضوع زواج أو لو مقبلين على موضوع أطفال أو لو حتى عندكم أطفال صغار وحبين تشوفوا هل تصرفاتكم حواليهم حتقدي لأشي ممكن يضرهم ضروري أنكم تقرؤوا أجزاء معينة من الكتاب لأنه في أجزاء مخصصة لموضوع التربية ولموضوع التعامل مع الناس اللي صغار بالسن بصراحة ما بقدر أخسر لكم الكتاب لأنه التفاصيل اللي مكتوبة فيه إشي رهيب الأصعب من هيك بالنسبة إلي هو حجم الخط يعني أنا بدي أوريكم ما بعرف إذا حيبين في الكاميرا شوفوا حجم الخط علي ما اللاح حسيت حالي أنا داخل على امتحان نظارات أو امتحان قوة نظر يعني هنوريكم هلأ جزء من الشاشة الخط العادي من نفس المسافة شوفوا كيف خط هذا الكتاب كتير صغير كتير صغير فهذا الإشي أزعجني غير هيك الكتاب جدا مفيد ما حنكر هذا الإشي والمعلومات اللي فيه جدا قيمة بس أنا حسيت حالي عم بقرأ بقاموس مش بكتاب مكتوب بطريقة يعني شوفوا أجزاء كانت أحسن من أجزاء عشان أكون صريح الجزء اللي بالبداية كان دمار ما عجبني بالمرة كتير مفصل الجزء اللي له علاقة بأساس المشاعر أنا فكرت بالبداية أنه هذا الإشي مثير للإهتمام لما أنا قرأت العنوان بس ما هو بلش يدخل حسيت أن أنا لازم أكون دكتور عشان أفهم لي بكتبه كمصطلحات وأفكار وكتير أتعمق في الموضوع لعبين ما وصل للأجزاء المثيرة للإهتمام اللي مكتوبة بطريقة شوي أخف بطريقة مناسبة للناس اللي ما عندهم والله الخبرة الطبية أنا عن جد خلص راح اهتمامي في الكتاب كتير حاولت معاك كتير بس سرت وأنا بقرأ أسرح مش فاهم شلي مكتوب يعني أنا بجبر حالي أن أقرأ الخط صغير التفاصيل كتيرة يعني مكتوبة بطريقة صعب 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 أن الواحد يفهمها من أصعب الكتب اللي قرأتها لأنه يعني كتير عوامل كانت صعبة هل من ناحية قيمة المعلومات اللي أنا فهمتها أو قيمة المعلومات اللي قرأتها واللي كانت مكتوبة بطريقة مرتبة هيك لا صراحة 100% حتى أنا كمحمد لو لقيت نسخة أكبر لو لقيت يعني هاي النسخة أنا يعني على حد علمي نسخة موحدة هذا هو الحجم ولكن إذا لقيت كتاب بحجم أكبر خط أكبر أنا أظن حاشتريه لأنه في أجزاء أنا خلص بالنهاية صرت أقرأ كلمتين ثلاثة كل صفحة وأفش بس بدي أحط الكتاب على جانب فبدي أرجع لآخر كم جزء اللي إلهم علاقة بالأطفال اللي إلهم علاقة في موضوع التنمر العلاقات بدي أرجع أقرأها وأركز عليها وأفشأ اللي بالبداية فيه شغلات بالبداية كانت حلوة بس فيه كتير شغلات كانت تاخل بتفاصيل مش طبيعية يعني حتى بعض الـ reviews online يعني الناس بقول لك المعلومات كمعلومات واو بس الطريقة والإلقاء ما كانت practical يعني ما كانت واقعية ما كانت مفيدة ما كانت مفيدة لأنه كتير يعني أنا لو محمد وأعطوني الخيار ما بحط كل هاي المعلومات في كتاب واحد يعني هو شكله صغير بس أنا وريتكم حجم الخط يعني بسهولة كان الكتاب ممكن يكون هالأد حجمه فأنا لو محل الكاتب بأسمه بأسمه 3-4 أقسام جزء كيف تتعامل مع العائلة والتربية والأطفال جزء كيف تتعامل مع الزملاء والصداقات والعلاقات الشخصية كالزواج جزء له علاقة بالتفصيل الطبي التفصيل البيولوجي للمشاعر وكيف تتعامل معها بحيث أنت كقارئ تروح على اللي بدك ياه وهو ككاتب ممكن بناءً على الكتاب وبناءً على الموضوع يغير من طريقة كتابته هل بنصحكم تقرؤوه؟ حسب الموضوع جداً مثير للإهتمام ومن اللي أنا قرأته أونلاين من أكتر الكتب اللي بيحكي عن موضوع الذكاء العاطفي بطريقة ممتازة فإذا أنت بدك تقرؤوه أنا بنصحك أو بنصحك إنكم تفتحوا أول كم صفحة وتشوفوا المواضيع اللي هي مهمة بالنسبة لكم وتروحوا عليها على طول ما في داعي تقرؤوا أول جزء بالذات اللي هو أي شيء له علاقة بالبيولوجي والعقل والتفصيل لا إلا إذا أنت طالب طب أو دكتور وفعلاً مهتم بهذه الشغلات أنت إذا شخص ما إلك فايل الأمور سكيب على طول أسلوب الكتابة أنا بعطيه ممكن أربعة من عشرة أول جزء كتير خربها علي كتير لأنه أكتر من مرحلة أنا حكيته حط الكتاب على جنب يعني لو لأني أنا سمعت كتير كلام حلو عنه كان من زمان حطته على جنب فأسلوب الكتابة جداً أنا بالنسبة إلي حسيت ما كان مش كتير الرواية نفس الشيء ممكن أربعة من عشرة الفائدة عشرة من عشرة الأجزاء اللي حتفهمها حتفهمها حتقول واو واو حرفياً بس أنا بتمنى أنه يعني في النسخة أو النسخ القادمة أنه ياخد بعين الاعتبار أنه هذا مش كتاب الناس ممكن تقرؤه بسهولة مش الكتاب اللي ممكن والله إنت لو بالباس أو على القطار أو على الطيار وحاب تغير جاو تقرؤه لا يمكنك أن تركز بصراحة فيه معلومات مفيدة يعني أنا حظ لي مولا وقلت أن المعلومات مش موثوقة أو أن المعلومات مش مفيدة لا مية بالمية الشغلات اللي هنا قايمة جداً بس بدك تعرف وين تقرأ وبدك تكون صريح مع حالك يعني من ناحية المواضيع اللي أنت مهتم فيها على كل حال شكراً كتير أنكم حضرتوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله مشوفكم في فيديو قادم مع السلامة لا لقيت كتاب أكهر أبيين في الكاميرا ترجمة نانسي قنقر